تعالي بقى أقولك بقى إيه الألبوم بتاعنا ده ماشي إزاي إحنا بنعمل شريط كوكتيل زي شراية كوكتيل اللي كنا بنعملها زمان طبعا أنا مش عايز أقول لك إن هل بتكنت بتعميلي شراية كوكتيل في حياتك ولا أكيد ما كنتش بتعملي علشان شكلك كده مش من اللي بيعمله شراية كوكتيل بس الفكرة إيه إن إحنا الكوكتيل بتاعنا هو في كل الأغاني اللي أنت بتحبيها وحفظتيها في حياتك من ونت صغيرة لغاية دلوقتي وحاجة بيتك من مسلسل من فيلم من من أي حاجة طبعا أكيد وهنختار منهم أغاني على حسب التصنيفات بتاعتنا وإنتي بالأغنية بتاعت مية راجل إحنا حطناها في أول أغنية في الألبوم بتاعتك شايفة قدام أغنية والتصنيف اللي بعديه إنتي شايفاه كلاسيك كلاسيك وكلاسيك ده إنتي طبعا أستاذة في الكلاسيك لأن إنتي سمعت كلاسيكيات بالهبل وقعدت تغني كتير في الكلاسيكيات هتسمعين إيه؟ كلاسيك مين اللي اتأثرت بي أكتر حد في الكلاسيك؟ أكتر حد لا بجد فيه كتير قوي يعني مش عايزة أخصص لأن أنا متربية على لا أنا عايزة بتخصصي دلوقت على لازم تخصصي وليلي بقى نجاد فعايزة مكلسوم صباح طبعا فيروز ففيه حاجة كتير قوي ممكن فايزة إيه مثلا فايزة؟ أه أنا بعشق مثلا ليه يا قلبي ليه؟ أحبا جدا طب ما تسمعيني حيثا كده؟ ليه البي دي؟ آه جميلة جميلة قوي سمعيني كده؟ أحبا جميلة ترجمة نانسي قنقر